قرر مكتب سيول للتعليم تطبيق نظام مدرس الذكاء الاصطناعي بشكل تجريبي على تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية والمتوسطة في مدينة سيول بدءاً من شهر مارس من العام القادم. بموجب هذا القرار سيتم توفير جهاز واحد من الروبوت التعليمي الجاري تطويره حالياً والمجهز بالذكاء الاصطناعي لخمس مدارس ابتدائية ومتوسطة. في هذا السياق سيمكن للطلاب التحدث مع مدرس الذكاء الاصطناعي باللغة الإنجليزية بحيث يستفيدون منه في إصلاح النطق والتعليم الفردي المصمم خصيصاً لمستواهم اللغوي. كما سيتم توفير روبوتات للدردشة وتطبيقات للتليفون الذكي لثلاث مدارس ابتدائية ومتوسطة بشكل تجريبي بدءاً من شهر مارس من العام القادم 2024.